أشهر طوال يعمل الكاسب في مهنته حتى يتمكن من جمع مليون عراقي واحد هذا المليون لا يستطيع الحفاظ عليه لنصف شهر فقيمة الدينار العراقي تضعف شيئا فشيء وما يقابلها هو سوق حاجياته الأساسية باهضة الثمن المليون ما ينجمع للكاسب لو عندك العمر كل ما يجمع وإن جمعه فهو ما لقيمه ما لقيمه شلون؟ يعني أنت الطبيب الأجار خط المولد ظروف الحياة إذا أنت عندك مثلا طلاب مسواقك هسا كل شيء صعد وثاني شيء ما الجماعة من صعده والدولار مش خلوا بالدينار العراقي مردوا لدينار العراقي ماكو بعد ما لكل قيمة ومن تجيب تشتغل هو سنشوه ماكو وظايف ماكو ليست فقط السنع والمنتجات وحدها باهضة الثمن إنما العقارات أيضا أصبحت أسعارها خيالية جدا فبذكر المليون العراقي أمام أسعار العقارات فصاحب الأجر اليومي لا يتمكن من خلاله شراء ولو متر واحد في العاصمة بغداد نحن بالأصل نعاني من مشكلة السكن ونعاني ربما العراق وقيمة الأراضي به وقيمة العقار فيه أغلى يمكن ربما دولة بالعالم يمكن أغلى من في مدينة توكيو أو في أي مدينة أخرى بالعالم أما نعود على قيمة الدينار العراقي وضعف قوته الشرائية فهذا يعود لعدة أسباب أو بالأحرار لثلاثة أسباب رئيسية السبب الأول هو الذي بدأه الوزارة المالية عندما رفعت قيمة الدولار وخفضت القيمة الدينار العراقي أكثر من 20% فهذا أدى إلى انخفاض الرواتب والموظفين وإلى مدخرات المواطنين السكن الذي يوفر حياة كريمة هو أساس أو هدف يسعى جميع العراقيين للوصول إليه لكنه بات حلوما يصعب تحقيقه هنا واجب على الجهات المسؤول الوقوف على الأزمات وحل عقدها الكاسب يعاني حتى يجمع مليونا واحدا لكنه يجد نفسه أمام موجة أسعار لا تتناسب والمليون العراقي قيمة الدينار بات ضعيفة جدا ولا تسوي شيئا أمام موجة ارتفاع الأسعار من بغداد محمد فراس قناة التغيير